أكد رئيس حركة العضل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام جوبان خراطها في عملية السلام والعمل على إرساء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية ودعم المصالحات من أجل وفاق وطني شامل يوصل البلاد للتعافية الحقيقي من خلال إشراك الجميع دون إقصاء وفتح المجال واسعا بصورة ترضي كل مكونات المجتمع ليكون اتفاق السلام جامعا لإحداث المعالجات المطلوبة وفق منظومات وآليات متفق عليها نزيد من التفاصيل حول موقف الحركة من اتفاق السلام في السودان نتعرف عليها من خلال حوارنا مع رئيس الحركة جبريل إبراهيم سيد جبريل مرحبا بك سيد جبريل أنتم وقعتم على اتفاق السلام في جوبا منذ شهرين تقريبا حتى هذه اللحظة لم يحدث تطور واضح في تطبيق هذا الاتفاق على الأرض إلى ماذا وصلتم بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا على الاستضافة ثانيا أنتهز هذه السانحة وأرزي الشعب السوداني والأمة العربية والإسلامية في الوفاة الإمام الصادق صديق المهدي عليه رحمة الله وأقول أننا فعلا وقعنا اتفاق السلام في الثالث من شهر أكتوبر 2020 وحتى هذه اللحظة ما أنجز مما تم الاتفاق عليه قليل ولكن المهم أن صدرت قرارات بهذا الشأن وعاد قادة التنظيمات التي وقعتها لاتفاق السلام إلى القرطوم وانخرطوا في الاجتماعات متواصلة من المتوقع أن يرى الشعب السوداني نتائج هذه الاتفاقات أو نتائج هذه الاجتماعات في وقت قريب بإذن الله سبحانه وتعالى طيب هذا يسألك أسئلة سريعة متعلقة بمشاركتكم أنتم تحديدا الجبهة الثورية في تطبيق هذا الاتفاق على بشكل واقعي من المفترض أن هناك ثلاثة من الجبهة الثورية سيمثلون الجبهة في مجلس السيادة حتى هذه اللحظة هل حددتم من سيمثل والل هناك خلاف كما نقرأ عبر التقارير الصحفية ليس هناك ما نستطيع أن نسميه خلاف هناك مشاورات لم تكتمل بعد فيما يخص من سيذهب إلى مجلس السيادة أو من سيذهب إلى المواقع الأخرى لكن المشاورات مستمرة وفي النهاية سنصل إلى اتفاق وفي وقت قريب جدا بإذن الله سبحانه وتعالى أنا لا أرى مشكلة كبيرة في اختيار أو في الاتفاق على من سيذهب إلى مجلس السيادة أو من سيذهب إلى إدارة إقليم أو ولاية أو من يكون في مجلس الوزراء نعم ولكن ما هي الأسماء المطروحة والتي يتم التشاور حولها حتى هذه اللحظة؟ كل أسماء قيادات التنظيمات المسلحة وغير المسلحة مطروحة دعنا لا نتحدث عن الأسماء ولكن نصل إلى النتائج ثم تظهر الأسماء ذلك أفضل حتى لا نشويش على المشاورات الجارية عندما نطرح أسماء ربما يظن البعض الآخر ظلم في هذا الطرح فالأفضل أن نحتفظ الأسماء ضمن دائرة المشاورات دعني أختصر عليك جزءا من ذلك الحرج وأقول لك إنما وردتنا من تقارير صحفية تتحدث عن تسمية على الأقل إثنين حتى هذه اللحظة مالك عقار ورئيس حركة تحرير السودان أيضا مني أركو مناوي حتى هذه اللحظة تم الاتفاق على هذين الإسمين والخلاف هو بالشأن الإسم الثالث هل يمكنك على الأقل أن تؤكد أن الإسمين الذين تم الحديث عنهم الآن أو الإسمين الذين تم الحديث عنهم الآن هم مؤكدين؟ لم يتم الاتفاق على أي أسماء حتى هذه اللحظة حسب علمي وأنا طرف في هذه المشاورات لم يتم الاتفاق العين من هذه الأسماء أو أسماء أخرى الأسماء متداولة الخيارات المتاحة يمكن أن يأتي الإسمان المذكوران ضمن المرشحين أو قد يذهب أحدهم إلى موقع آخر أو الآخر إلى موقع آخر لم يتحدد بعد طيب سيد جبريل الخمسة وزراء الذين سيمثلون الحركة حتى هذه اللحظة منهم؟ ولماذا تأخر الإعلان عن أسماء الوزراء حتى هذه اللحظة؟ هناك تقريبا سبع وزارات خالية في السودان لماذا لم يتم إعلان الخمسة وزراء المؤكدين من جانبكم؟ الذي يحدث الآن تفكيك لبعض الوزارات التي نعتقد أنها أخذت حجما يصعب إدارتها بصورة صحيحة ولذلك هناك وزارات مثل وزارة التجارة والصناعة معا نرى ضرورة فصلها وكذلك وزارات أخرى مثل وزارة الطاقة والتعدين ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العمل وهكذا هناك مجموعة من الوزارات الوزارات الآن التفكير يجري في تفكيكها وزيادة عدد الوزارات من 20 وزارة إلى 24 أو 25 وزارة ثم بعد ذلك نحن في حاجة إلى اتفاق مع شركائنا في الفترة الانتقالية على الوزارات التي يجب أن تذهب إلى القوى التي وقعت اتفاق السلام وهم من المفترة أن يحصلوا على 25% من هذه الوزارات أولا نحتاج إلى الاتفاق على عدد الوزارات ثانيا نحتاج إلى أن نحدد الوزارات التي تذهب إلى القوى الموقع على اتفاق السلام والمرحلة الثالثة يتم تسمية أو ترشيح الشخصيات الذين سيحتلون هذه المواقع وبعد ذلك أيضا لرئيس الوزارات الحق في قبوله ورفق المرشحين وطلب بدائل طيب اسمح لي أن أتأكد مما فهمته منك اتفاق السلام الذي أدخل على الوثيقة الدستورية كان يتحدث عن خمسة باسم الجبهة الثورية الآن أنت تتحدث عن إعادة تفكيك وما يعني إعادة تشكيل مجلس الوزارات بشكل ربما تضاف وزارات عدد أكبر أنت تتحدث عن 24 هناك من تحدث عن 27 وزارة مقترحة خلال هذه المرحلة نسبة الـ 25% كانت ممثلة بخمسة وزارات لكم في هذه الوزارة أو في هذه الحكومة هل معنى ذلك أن رقم خمسة ربما يكون قابل للزيادة وليس ما تم إدماجه في الوثيقة الدستورية خمسة وزارات؟ الحقيقة الاتفاق كان على 25% من الوزارات إن صارت 15 وزارة أو إن صارت 25 وزارة أو صارت 150 وزارة فالنسبة نسبة 25% وتحدثنا عن خمسة وزارات من العشرين التي كانت قائمة فلو زالت عدد الوزارات بالتأكيد ستزيد النسبة بنفس الاتراض لو صارت الوزارات 25 وزارة سنأخذ ربع الوزارات لو صارت 30 وزارة سنأخذ ربع الوزارات هذا يدفعنا مباشرة لطرح السؤال الذي وجه بشأن هذا الاتفاق منذ توقيع اتفاق السلام في جوبا وهناك اتهام يوجه لهذا الاتفاق بأنه كان نوع من أنواع تقاسم السلطة والمحاصصة قلتم ذلك الوقت أنه سيتم التواصل مع الحركات التي لم تدخل هذا الاتفاق حركة عبدالعزيز الحل وحركة نور حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى اتفاق مع هتين الحركتين بل حركة عبدالعزيز الحلو تهاجم مجلس شركاء الحكم وترى أنه انقلابا على الثورة أولا بالنسبة للحديث عن المحاصصة من الطبيعي أن يشارك الذين وقوا على اتفاق السلام في تنفيذ اتفاق السلام وما لم يكونوا في مواقع يستطيعون من خلالها الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام فلن يطمئنوا إلى أن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه بالصورة التي تم الاتفاق عليها ولذلك هذا أمر طبيعي وليس في مشاركة الموقعين على اتفاق السلام عيب على الإطلاق من حق كل مواطن سوداني مؤهل كفو قادر على تقديم خدمة للمواطنين السودانيين أن يكونوا في موقعين يستطيع أن يقدم خدمة للمواطنين هذا من جانب أما من الجانب الآخر الحركة الشعبية بقيادة الآخر بالعزيز الحلو منخرطة في مفاوضات مع الحكومة السودانية في جبا صحيح هناك عثرات هنا وهناك لكن نأمل في أن يصل الناس إلى اتفاق مع حركة الشعبية لتحرير السودان في وقت قريب لا أريد أن أقول أن الأمر سهل ويمكن أن نصل إلى اتفاق اليوم أو غدا ولكن نحن متفاعلون جدا بأننا سنبدل قصارى جهدنا في أن نرى إخواننا أو رفاقنا في الحركة الشعبية طرفا في اتفاق السلام وطرفا في الحكومة الانتقالية الأخ بالواحد محمد أحمد النور انتقل من باريس إلى كامبالا هو من المتوقع أن يصل جبا في أي وقت فالمجهودات مبذولة والاتصالات قائمة ونرجو أيضا أن تكون هذه سانحة يستطيع الأخ عبد الواحد استغلالها للوصول إلى اتفاق السلام لإضافة ما يراه ناقصا في اتفاق السلام ويلحق بالناس في القرطوم حتى نستطيع أن نحقق السلام في بلادنا وماذا عن تصريح سكرتير العام للحركة عمار أمون الذي صدر الأربعاء بأنه المجلس شركاء الحكم هو مفارقة صريحة لنداء ثورة الشعب للتحول الديمقراطي وانتهاكا نجاليا لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية ماذا عن ذلك الرجل يتهمكم في هذه المرحلة بأنكم تنقلبون على كل مبادئ الثورة نحن لن ننقلب على مبادئ الثورة الثورة تدعو إلى السلام وتدعو إلى العدالة ونحن حققنا اتفاق السلام واتفاق السلام بيفرض واقع جديد باستدعي مشاركة الذين وقعوا على اتفاق السلام في أجهزة الحكم ومجلس شركاء الحكم جزء من هذه الأجهزة وبالتالي من الطبيعي جدا أن الذين وقعوا على اتفاق السلام أن يكونوا جزءا من مجلس يوجه السياسات ينسق العلاقة بين مكونات الحكومة الانتقالية فلا نرى في ذلك انقلابا على الإطلاق بالعكس نحن طبقنا مبادئ الثورة وعملنا من أجل أن يرى الناس الثورة حقيقة تمشي على الأرض بتحقيق السلام وأيضا بالخطوات القادمة بتحقيق العدالة بين الناس جميعا سيد جبريل هياكل الحكم أو هياكل السلطة الانتقالية الآن في سودان زادت واحد من الهياكل كان هناك سابقا مجلس السيادة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والذي تم تأجيله حتى ال 31 من ديسمبر مجلس شركاء الحكم هل يأتي هذا المجلس لإلغاء المجالس الأخرى هل يأتي هذا المجلس كما تتهم حركة تحرير سودان جناح عبدالعزيز الحلو تتهم أن هذا المجلس جاء لتهميش كل الكينات الأخرى ولإعادة السيطرة على السلطة بشكل مخالف للوثيقة الدستورية ليس كذلك على الإطلاق في واقع الأمر كان هناك شكلا غريبا في التعاطي في أجهزة الحكم كان هناك اجتماع ثلاثي بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء ومجلس السيادة للتقريب في القضايا الأساسية نحن رأينا أن هذا الوضع يمكن أن يرتب بالشكل يكون مقبولا في جهاز مؤسسي واضح فقلنا أن شركاء السلطة يحتاجون إلى جهاز يستطيعون عبره التنسيق بين رأيهم وجهودهم لتوجيه الحكومة الوجهة المطلوبة ولذلك جاء التفكير في إيجاد مجلس شركاء الحكم الانتقالي بدلا من أن نلجأ إلى جسم غير قانوني غير مؤسس غير موجود في الوثيق الدستورية يضطر الناس إلى اجتماع يدعى إليه الأطراف الثلاث وقننا هذا الوضع نعم ولكن سيد جبريل وجعلناهم جزءا من الهيكل نعم ولكن سيد جبريل وجود الذين وقعوا على اتفاق السلام ولا يلغي مجلس الوزراء نعم ولكن وجود من وقعوا على اتفاق السلام في جوبا الممثل في المجلس التشريعي ومجلس السيادة ومجلس الوزراء هناك تمثيل ضمن اتفاق السلام الذي أدمج في الوثيقة الدستورية ما حاجتكم إلى مجلس الشركاء للحكم إن كنتم تشاركون في الحكم من خلال المجالس الثلاثة الأساسية الناس يشاركون في المجالس الثلاثة الأساسية ولكن الناس في حاجة إلى حاضنة هذا المجلس لن يتخذ القرارات إنما يوجه الحكومة يساعد الحكومة في اتخاذ القرارات وبالتالي ولو حصل خلاف بين مكونات الشركاء الحكم هذا المجلس هو الذي يتولى إدارة هذه الخلافات وحلها فالمقصود بهذا المجلس إعانة المجالس الرسمية القائمة مثل مجلس السيادة ومجلس الوزراء في حل الإشكالات التي قد يواجهونها ولكن ليس هناك إحلال مجلس مكان مجلس مجلس السيادة سيودي دوره المرسوم له ومجلس الوزراء سيقوم بدوره ولكن قوى الحرية والتغيير في حاجة في أن تكون في جسم تستطيع أن تعبر عن رائحة بوضوح في وجود الشركاء الآخرين وبالتالي وجدنا جسما يستطيع أن يفكر الحكومة أن يجلس معا نعم ولكن سيد جبريل أليست قوى الحرية والتغيير ممثلة في السلطة والشركاء الجدد الذين أضافهم اتفاق السلام في جوبا في جوبا ممثلين الآن في السلطة وعلى اعتبار ما سيكون ثلاثة في المجلس السيادة في مجلس السيادة وخمسة في مجلس الوزراء وأيضا في مجلس التشعي لديكم تمثيل يعني إن كنتم بالفعل ممثلين في هذه المجالس التي تدير المرحلة الانتقالية وجود مجلس جديد بلائحة يبدو أنها تسود بتفسيرها على التفسير الأخرى وذلك لم يتم توضيحه ولا نعرف ما معنى ذلك الذي يطلع على المادة 80 من الوثيقة الدستورية يعرف طبيعة هذا المجلس وهو جسم ليس مقصود منها احتلال موقع جسم آخر ولكن في وجود مجلس السيادة ومجلس الوزراء كان هناك ضرورة لاجتماع ثلاثي يضم القوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء رغم أن مجلس الوزراء مكون بين كامل عدى وزارتين الداخلية والدفاع من قوى الحرية والتغيير مع ذلك كان هناك إصرار على وجود قوى الحرية والتغيير في اجتماع يجمع مجلس السيادة أو يجمع مجلسي السيادة والوزراء الناس رأوا أن من المصلحة المشاورات التي تتم بهذا الشكل تقنن ويكون هناك مجلس ويدخل فيها أيضا أو تدخل فيها القوى التي وقعتها الاتفاق السلام وهو مجلس لإجراء مشاورات ولكن أجهزة الحكمة الرسمية الأساسية مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي سيد جبريل أعوذ بك بشكل عام للاتفاق بعد مرور شهرين حتى هذه اللحظة على الاتفاق ولم تعلنوا ممثليكم لمجلس السيادة ولا ممثليكم لمجلس الوزراء ما زلتم بصدد تفكيك الوزراء وإعادة صياغة شكل الوزراء حتى يمكنكم تحديد نسبة 25% وهناك إشكالات متعلقة بمجلس شركاء الحكم ولم يعلن تشكيل هذا المجلس حتى هذه اللحظة وحل إشكالية اللائحة وما إلى ذلك هناك اعترضات على هذا المجلس من قبل حركة عبدالعزيز الحلو إن كنتم حتى هذه اللحظة لم تستطيعوا جمع كل الحركات التي حملت السلاح ونحن هنا نتحدث عن حركة عبدالعزيز الحلو وحركة نور بما يمثلانه من مسارات يعني جنوب سودان كردفان النيل الأزرق هذه مسارات لديها مسار طويل في حملة السلاح وهناك لاجئين وهناك قضايا كثيرة عالقة لن يتحقق السلام بدونها فما الذي حققه الاتفاق حتى الآن؟ الاتفاق حقق الكثير ولكن يحتاج إلى وقت للتنفيذ بالتأكيد الثورة في دارفور استمرت من سنة 2003 إلى نهاية هذا العام وبالتالي الوصول إلى الاتفاق السلام في أكتوبر ليس من المتوقع في نوفمبر أن تكون كل إشكالات السودان قد حلد لأننا قد وقعنا اتفاقا في شهر أكتوبر الأمر يحتاج إلى وقت توكين حكومات حتى في غير حالات اتفاقات السلام والثورات يحتاج إلى وقت حتى في حالات الطبيعية في دول كثيرة تشكيل الحكومة قد يحتاج إلى شهور وربما بعضها تمتد إلى سنين فشهرين ليس بالأمر نعم ولكن حتى مسار الشرق سيد جبريل رفض هذا الاتفاق وخرجت مظاهرات قتل على إثرها بعض الأشخاص حتى مسار الشرق لا يتفق مع هذا الاتفاق أمر مسار الشرق أمر مختلف تماما لا علاقة لها بمضمون الاتفاق مسار الشرق هناك مكونات في مجتمع الشرق بينها قدر من الاحتقان والذين مسلوا في الاتفاق ربما لما يرضي طرف آخر وهناك مساعي قائمة من كل الأطراف الآن في السودان لحل مشكلة الشرق وتنفيذ الاحتقان الموجود لا علاقة لا بمضمون الاتفاق للإطلاق لا من قريب ولا من بعيد وبالعكس الاتفاق حقق مكاسب كبيرة جدا للشرق ما كان الشرق يحلم بها في الماضي أرجع وأقول أن الاتفاق أنا متفائل جدا بأن مجلس الشركاء السلام سيعلن خلال 48 ساعة القادمة وأيضا خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن مجلس السيادة بإذن الله ثم ننتقل إلى مجلس الوزراء نعم شكرا جزيلا سيد جبريل إبراهيم رئيس الحركة رئيس حركة الحركة كنت معنا في هذا اللقاء حول موقفكم من اتفاق السلام لك جزيلا شكر كنت معنا مباشرة من الخرطوم سيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك